بعد أن كانت تراهن على رحلات نهاية السنة لإنعاش مداخلها ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يخلط حسابات الوكالات السياحية بسبب المخاوف من عدول المواطنين عن هذه الرحلات لا يمكن أن أكثر شيء على الوكالات لأن الوكالات بطبعها يجب أن تأخذ حذرها لأن هذه أرواح ناس وأكيد واحد لا يمكن أن يدي الناس المكان وبعد يمرضوا لي ترى حاجة كارثية ولا تشديد الإجراءات الوقائية وفق البروتوكول الصحي في الفنادق والفضاءات المستقبلة للمواطنين يبقى السبيل الوحيد لضمان طمأنة الزبائن عبر رحلات صحية وآمنة تفادياً لانتشار العدوى ننصحوا الناس أن يدروا الفاكسين ونستقلتوا تلقيحتها لكي يكون محمي حتى لو كان محمي بـ 80% من المرض يكون محمي بنسبة كبيرة في الفنادق كان كل البروتوكول يعني التعقيمة على الغرف للكمامة ما تنحاش الداخل في الغرف كله تعقيم الأكل هذا وحذرت العديد من الوكالات السياحية من التراخي خلال رحلات المنظمة في إطار احتفالات نهاية السنة خارج إطار الوكالات المعتمدة لعدم التقيد بالإجراءات الصحية ونحن على أبواب الموجة الرابعة لكورونا ترجمة نانسي قنقر